أحدث أكثر عن هذا الموضوع عن يوم الطفل اليوم وإلى أي درجة فعلا الطفل المحمي عبر الأقمار الصناعية من عمان معي لينا يوسف الكرد مسؤولة إعلام بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة مساء الخير أهلا بك معنا سيدة لينا استمعت لي التقرير إلى أي درجة ما يحدث من ظروف في أغلب الدول اليوم يجب أن تقلب الطاولة فيما يتعلق بحماية الأطفال وإعطائهم حقوقهم بعيدا عن أي نصوص قانونية بل على الأرض شكرا لكم ما يحدث اليوم في العالم وفي الدول المتأثرة بالنزاع خاصة في بعض الدول في هذه المنطقة تحمل المسؤولية علينا جميعا لكي نحمي حقوق الطفل ونحن نرى الانتهاكات المتكررة لحقوق الطفل التي نعتبر العديد منها هي حقوق أساسية ومسلم بها وبسيطة جدا مثل حقهم في الحياة والنماء والبقاء وبتصليط الضوء هذا العام على حق الطفل في المشاركة في اتخاذ القرار بادرت اليونسف في هذا العام بهذه المناسبة اليوم العالمي للطفل بمبادرة بسيطة رمزية وهي مبادرة الأطفال يتولون المهمة ويتحملون المسؤولية ويستطيعون استلام زمام الأمور ليشغلوا دور رئيسي في أي مكان كما ذكرتم إن كان في الإعلام ليقدموا نشرة الأخبار على سبيل المثال أو في مجال الصحافة في مجال السياسة يكون وزير أو رئيس وزراء كما شاهدنا اليوم في عدة دول أو يكون مدراء لشركات مختلفة نعم جميل جدا هذا الكلام مبشر مبادرة فهم يستطيعون إيصال أصواتهم صحيح صحيح سيدة لينا ولكن يعني بدول عدة نعود للأسف لا يمكن أن نتحدث فقط عن الوجه المشرق في أطفال بعدون كل البعد لا يريدون حتى الإشراك بقرار أو أي من ما ذكر اللي هو مهم جدا ولكن هم يفتقرون لأبسط المقومات أن يعيشوا بداية من حقهم في العيش صحيح هناك العديد من الأطفال وخاصة في الدول المتأثرة بالنزاع في منطقتنا في مثلا سوريا واليمن والعراق وليبيا وغيرها يعانون من عدم الحصول على أبسط حقوقهم بالعيش وحقوقهم في الحصول على التعليم وهذا أيضا يدفعنا لنكرر دائما الطلب بأن على جميع أطراف النزاع التوقف عن النزاع والقتال لكي تتمكن المنظمات لإيصال مساعداتها ولإيصال المواد الطبية والإنسانية العاجلة هل تغير شيء بعد هذه الأزمة وصلتت ضوء طبعا حضرتك على أبرز مخاطرة وعلى محاولاتكم دائما لإدخال المساعدات هل تغير شيء بعد هذه الفترات فرضة يعني هو يفرض أمرا واقعا فيما يتعلق بمساعدة الأطفال كيفية التعامل مع هكذا حالات يعني أوضاع حروب في صعوبات كثيرة أوضاع الحروب لا تزال مستمرة والنزاع لا يزال مستمر بل وأيضا نتعرض لمعوقات أكثر منها وهي أحيانا الحصار على منظماتنا في إيصال المساعدات ما نستطيع نحن كمنظمات وأتحدث باسم اليونسيف هو المحاولة للوصول لكافة الأطفال من خلال برامجنا في جميع الأماكن وخاصة الأماكن التي يصعب الوصول إليها صحيح طبعا استراعات مستمرة للأسف هذا ما قصدته موضوع بدائل يعني كيف تتعاملون مع هذا الموضوع وقوفا أمام هذه الصعوبات على أية حال أنا أشكرك جزيرا يعطيكم ألف عافية من عمان لنا يوسف الكرد مسؤول إعلام بمنظمة الأمة المتحدة شكرا